بعد تأهل المغرب التاريخي لنصف نهاي مونديال قطر متخطياً منتخبات أوروبية كبيرة شعوراً بالتفاؤل والفخر في نفوس المغاربة مهما صعبت ظروفهما الاقتصاد مصر جيد مصر يفتخر به جميع المغاربة إن شاء الله الطموح دينا أكبر المغاربة بطبيعة الحوم طماعين فبغي نفوز على فرنسا ولما لا فزن على المتخبات اللي هي عارقة لما لا نزيدوها في فرنسا إن شاء الله نفوز عليها وأهلوا النهائي ولماذا لا تضفر به وعانى المغاربة غلاء أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية في الأشهر الماضية بسبب تضخم وصل إلى 8.1% في نهاية 22 نبمبر لكنهم اليوم في غاية السعادة يحتفلون بانتصارات المنتخب التي وحدتهم مهما كانت ظروفهم ورغم انتعاشة صادرات السيارات والفسفات والسياحة فإن تداعيات الجائحة ما تزال مؤثرة حيث أعادت مستوى الفقر إلى المعدلة الذي كان عليه في العام 2014 وفي بلد تحظى فيه الكرة بشعبية عارمة تجاوز صادر هذا الانتصار رقعة البساط الأخضر ويأمل الكثيرون في تكرار الإنجاز في ميادين الإنماء الاقتصادي وتراهن المملكة حتى قبل الجائحة على تحقيق هدف كبير بحلول العام 2030 يتمثل في بلوغ معدل نمو لا يقل عن ست نقاط سنويا من شأنه أن يمكن على الخصوص من تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة في البلاد ترجمة نانسي قنقر